السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بكامل استعدادكم لدرسنا إذن معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة لمادة مهرات رقمية للفصل الدراسي الثاني فأهلا وسهلا بأبنائي وبناتي طلاب الصف وطلاب وطالبات الصف الثاني متوسط إذن أبنائي وبناتي عنوان درسنا هو إثراءات قبل أن نبدأ درسنا هناك قوانين نسترجعها معا ونؤكد على أننا يجب أن نلتزم بها حتى نستفيد استفادة كاملة من دروسنا المقدمة عبر قنوات عين التعليمية أولا أبنائي وبناتي علي أن أختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الطجيج بعيدا عن التجمعات أيضا تكون دي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو على قنوات عين التعليمية علينا أبنائي وبناتي تجهيز أدواتنا المدرسية كتاب مدرسي قلمي ألواني جميع ما يلزمني بالقرب مني حتى أتمكن من حل الأنشطة في الكتاب كتاب مع المعلمة بشكل صحيح بعد ذلك علي أن أستمع بتركيز وأتابع درسي حتى انتهاء الوقت المخصص لا أخيرا أبنائي وبناتي نوجه رسالة إلى أولياء أموركم نطلب منهم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد برنوان درسنا هو عن برنامج معالج النصوص تحدثنا خلال هذا الفصل الدراسي عن برنامج معالج النصوص تحدثنا عن أدوات التي نستخدمها في برنامج معالج النصوص تعلمنا أن نفتح برنامج معالج النصوص أيضا أبنائي وبناتي تعلمنا نستخدم الكتابة والتنسيق نؤكد أكثر أن نريد أن نتعلم أن ننشئ ملف جديد نحفظ أن نتمكن من حفظ ملف آخر في نفس الوقت إذن أبنائي وبناتي تظهر أمامكم الآن على شاشة العرض أيقونات لبرامج مختلفة أي هذه الأيقونات تمثل أيقونة برنامج معالج النصوص الخاص بالكتابة سأساعدكم تحتوي على حرف W ما لون هذا البرنامج؟ ما لون هذا البرنامج يا ترى؟ أحسنتم لونه أزرق أزرق مثل ماذا؟ مثل السماء الصافية أيضا مثل لون البحر الأزرق هذه واجهة برنامج معالج النصوص إذن أبنائي وبناتي واجهة البرنامج تتكون من شريط العنوان شريط التنسيق معذرة شريط القوائم هذا شريط القوائم يسمى بعد ذلك شريط التنسيق شريط التنسيق يحتوي على نوع الخط حجم الخط يحتوي كذلك على أدوات تنسيق اللي هو كتابة في المنتصف التعداد الرقامي هذه تسمى أدوات تنسيق سؤالي لكم ما علامة صح على الإجابة الصحيحة أو خطأ على الإجابة الخاطئة الأيقونة التي تظهر أمامكم هي أيقونة حفظ هل هذا صحيح؟ هل هذه أيقونة حفظ؟ ما رأيكم؟ تحدثنا أنه إذا كانت قلب صورة بهذا الشكل فأنا إذا أردت أن أفتح إذا أردت أفتح كتاب أو شيء ما ماذا أفعل؟ أثني الورقة حتى أتمكن من فتحها صحيح؟ إذن إذا أردت فتح درس جديد أو فتح الصفحة قلب صفحة جديدة فأنا أثني الورقة وأفتح إذن هذه الملف هذه الشكل أو هذا الشكل يعني أنه أنا أبغى أفتح شيء أنشئ شيئا جديدا أحسنتم إذن هذه الأيقونة هل هي تعني حفظ؟ لا أبدا هي تعني إنشاء جديد أحسنتم طيب أخبروني ما هو شكل؟ أيقونة حفظ إذا لم يكن هذا الشكل وهذا الشكل يعني إنشاء جديد إذن أين أيقونة حفظ؟ قلنا أنها تشبه ها من يتذكر تشبه الصندوق داخلها مستطيل أي هذه الأشكال أو هذه الأيقونات تدل على حفظ؟ سأضع أرقاما عليها رقم واحد رقم اثنان رقم ثلاثة أي شكل منهم تدل على حفظ أبنائي وبناتي؟ ممتاز أحسنتم أبنائي وبناتي رقم اثنان ممتاز إذن رقم اثنان هذه الأيقونة تدل على حفظ لاحظوا معي تشبه ماذا؟ تشبه كأنها صندوق إذن نضع المؤشر عليها هيا ضع الدبوس على أعداد التنسيق الخاصة بالتعداد الرقمي لاحظوا التعداد الرقمي تضع أرقام على الأسماء أنا استخدمت هنا أي أداة رقم واحد أم رقم اثنان أي أداة تنسيق التي تسمى تعداد رقمي؟ واحد أبنائي وبناتي أم اثنان أخبروني أنتم تعداد رقمي إذن لازم لازم تكون الأداة تحمل أرقام أحسنتم رقم واحد إذن سنضع دبوسنا هنا والمؤشر على هذه الأداة حتى نستخدم التعداد الرقمي تطبيق عملي نتجه إلى قائمة إبدأ نبحث عن برنامج الورد في قائمة برامج إبدأ هنا برنامج الورد أو معالج النصوص هذه واجهة البرنامج لاحظوا معي أبنائي وبناتي يمكنني إدراج ماذا؟ أن أدرج مخطط في هذا الشكل لاحظوا معي ممكن أن أدرج شكل بهذا من أحد هذه الأشكال مثلاً نختار هذا الشكل موافق أستطيع أن أختار تغيير الألوان أغير الألوان لاحظوا معي وحنا قلنا أنه خاص بالكتابة تعتبر هذه الخلية مثل التلخيص نستطيع الكتابة هنا مثلاً نكتب واحد مثلاً هنا اثنين وهكذا أبنائي وبناتي نستطيع الكتابة داخل هذا الشكل أيضاً أستطيع أن أغير في الشكل كما أحب لاحظتم وأن أكتب بداخلها كما يمكنني حذفها باستخدام أداة ماذا أداة قص لاحظتم قمنا بقص الشكل إذن أختفى الشكل تماماً لم يعد ظاهراً أمامي إذن طيب أريد أن أكتب مثلاً اسمي تكبير حجم الخط لاحظتم هنا حرف A السهم للأعلى السهم للأسفل يقوم بتصغير الخط الأعلى تكبير الخط أيضاً نختار نغير شكل الخط نختار اللون الأزرق لاحظتم معي هنا نختار ملف أريد أن أكمل عليه في وقت آخر أختار ملف حفظ على سطح المكتب وممكن أسميه باسمي منال وحفظ لاحظوا الآن أنا أغلق البرنامج من علامة ماذا X أو خطأ الموجودة في الأعلى قمت بإغلاقه إذن أنا الآن أغلقت لاحظوا سطح المكتب هنا سأبحث عن ملف باسمي منال ظهر كما تم حفظه في السابق لاحظتم كيف شكل الملف ممكن أختار ملف آخر وأسميه باسم مثلاً الجوهر مثلاً أو خالد نختار حفظ باسم دقيقة لاحظوا الملف أنا سأقوم بتغيير الاسم خا لد ملف حفظ باسم سطح المكتب نختار اسم الملف هنا خالد حفظ نغلق أصبح لدي ملفان ملف الأول منال ملف الثاني خالد خالد لو فتحنا خالد نلقى موجود ماذا معذرة هذا ملف الأول منال نغلق ملف الثاني لاحظوا طلع لي باسم خالد وموجود اسم خالد إذن صار عندي نسخة أخرى على نفس الملف السابق أبنائي وبناتي وصلنا إلى نهاية درسنا ماذا عليكم أبنائي وبناتي حتى تتمكنوا من تنمية مهاراتكم على برنامج معالج النصوص وذلك عن طريق استخدامه وفتحه تجربته وتجربة أدوات التنسيق باستمرار حتى تتطور مهاراتكم قاكم على خير استودعكم الله من أكم معلمتكم منال صالح الغريب